سيد علي في حال استمرت واشنطن بدعم قصد ما خيارات تركيا وهذا ما رجحه السيد إيهاب عباس حقيقة تركيا وضعت الخيار السياسي والعسكري على الطاولة إن لم يتطور المسار السياسي في تركيا والذي سوف ينعكس على أكراد سوريا للأسف وإذا كان دولاند ترامب سوف يدعم وسوف تكون قوات قصد أو حزب العمال المرتبطة بحزب العمال الكردستاني على الحدود مع تركيا أعتقد أن تركيا سوف تقوم بعملية عسكرية وإلا تركيا هذا الأمر تعتبره حماية أمن قومي لأن تركيا هي الدولة الوحيدة من الدول المتصارعة التي لها 911 كيلومتر لذلك الهدف تركيا ليس كان أسقاط النظام بالاستقرار ويبدو أن الاستقرار تطلب أسقاط النظام لذلك تركيا لن تبدل النظام بقصد تركيا تريد دولة يكون لها جيش موحد يضبط الحدود نقطة أخرى مع حضرتك أناقشها سيد علي ما يدار عن إمكانية حثف واشنطن هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب كيف قرأته تركيا وهل له أي إنعكاسات على أنقر التي تعتبر داعم له حقيقة هيئة تحرير الشام كانت متواجدة في الشمال المحرر لذلك إن أردنا أولى فتركيا هي على علم بكل نشاطاتها ولكن هنا بالمقابلة الأخيرة فهمنا أنه يبدو أن الشرع والجولاني يقول أن هيئة تحرير الشام ليست لها أهداف عدائية لإسرائيل وأمريكا وخارجية هي فقط هيئة تمت تشكيلها ضد النظام السوري وبحال سقوط النظام السوري من الممكن أن تنحل هنا لدينا العديد من السيناريوهات حقيقة الصحف العالمية ترى أنه يوجد إمكانية أن ترفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب لأن جو بايدن قال سوف نرى الأفعال وليس الأقوال وإلى الآن هيئة تحرير الشام والفصال والإدارة المشتركة هي تنسق تماما مع روسيا أيضا والولايات المتحدة بشكل غير مباشر عن طريق تركيا لذلك في الأيام القادمة سوف يتبين لنا أن سوف يتم رفع هذه التنظيم أم لا ولكن تركيا ليست لديها مشكلة لأن تركيا تريد أن يكون هناك قوى سياسية تحكم سوريا وليس ميليشيات شكرا جزيلا لضيفي من إسطنبول الكاتب والبحث السياسي التركي علي أسمر ترجمة نانسي قنقر